بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. واحلل عبدة من اللساني يفقه قولي. اهلا بكم. طلاب الصف الاول الابتدائي. معادنا النهاردة مع اخر درسين في هنا بيقول لي وهنا في كلمات متكررة. خدناها قبل كدك اكتر من مرة على حسب بتغير شكله بعد التصنيع ولا لا? معناها مصنوع من كل الكلمات دي مرت علينا في الدروس السابقة. الكلمة الجديدة معناها يأتي من ده الفرب وفروم ده اللي هو حرف الجارب. كم فعل بمعنى يأتي. كم. كم. كم فروم. كم فروم. كم فروم. بعد كده دخلي هنا على الوظائف اول وظيفة عندي. فاير فايتر. فاير فايتر. رجل المطافي. تمام? رجل الاطفاق. فاير فايتر. الدي اتش مش بننطاها. شاف. اللي هو الطباخ او رئيس الطهاء او الطاهي شاف. السي اتش عادة بننطاها تشا. تشا. لكن هنا بتتنطق شا. ليه? لان دي اساسا مش كلمة انجليزية. دي كلمة فرنسية دخلت اللغة الانجليزية. علشان كده بننطق سي اتش هنا شين. كل الكلمات اللي بتتنطق شين لما بتنجي سي اتش اعرف ان اصلها فرنسي. شاف. جورناليست. جورناليست يعني صحفي. جورناليست. دكتور. دكتور الطبيب البشري. دكتور. فاير شاف. شاف. جورناليست. جورناليست. دكتور. دكتور. سكول ده مكان اللي هو المدرسة مبنى سكول. هنا بتتنطق كي. سكول. ان ويك اند. ان ويك اند. يعني في عطلة نهاية الاسبوع. جميع العطلات والاجازات تمام والرحلات دايما تلاقيها واخد حرف الجر ان. تمام? وايام الاسبوع بتاخد حرف الجر ان. لذلك عطلة نهاية الاسبوع بتكون في يوم من ايام الاسبوع. لذلك السبب الرئيسة هو انها بتاخد حرف الجر ان. ان ويك اند. ايا كان عطلة نهاية الاسبوع سواء كان جمعة او سبت او حد يعني. جديد. دي صفة معناها حاجة جديدة. معناها يلون. تمام? لو جات كفعلي يعني. بالوقت ده بيعمل ايه? يعني بيلون. طيب اللون نفسه برضو اسمه يعني لما تشوف لون احمر اخضر اصفر اي لون بنقول عليه color. يبقى تنفع ناون اسم وتنفع verb فعل. color. هنا دي صفة معناها عطشان. thirsty. thirsty لما تكون عطشان تقول ايام thirsty. لو بردان هتبقى cold. cold معناها برد. لو انت مثلا عندك برد تقول ايام كولد. لو انت حاسس بالبرد برضو هتقول ايام كولد. لو الجو برد هتقول اتس كولد. يعني ليها استخدامات مختلفة. cold. اللي هي المصاصة. لولي باب. dark جاكت يعني جاكت غامق. dark جاكت. dark بتستعمل بمعنى غامق وساعات بتستعمل بمعنى مظلم. dark جاكت. dark جاكت. نقولهم مع بعض تاني. school on weekend new color. school on weekend. new color. thirsty. cold. lollipop. dark جاكت. جاكت. نروح على الصفحة اللي بعد كده. هنا بيقول لي workbook من كتاب التدريبات. في عندي فكاب تاني ايه. plants. النباتات. plants. الاشجار. trees. trees. تمام? plants جمع كلمة plant النبات. لما يكون فيه اكتر من نبات بنقول عليه plants. نحط له اس جمع. tree شجرة. نضيف لها الاس تبقى trees. اشجار. wood اللي هو الخشب. wood. هنا بيقول لي read and repeat. اقرى وكرر. هنا هيتكلم عن كل واحد ووظيفته. واللبس اللي هو لبسه. مستعملا زمن ال present continuous اللي احنا شرحناه قبل كده. تمام? faris is a firefighter. اول جملة هنا. تمام? بيتكلم عن وظيفة الاخ ده. faris. شغال ايه? شغال رجل اطفاء. عملت الجملة ازاي? بدأت بالsubject بالفاعل. faris. بعدين جبت الverb اللي هو is. بعدين هنا اتكلمت عن وظيفته. اللي هي الفايرفايتر. مسبوقة باداة النكرة. faris is a firefighter. نفس الكلام هعمله هنا. دينا شغالة طاهية. فهيقول دينا is a chef. نفس الفكرة. اسم غربته بيه اداة النكرة الوظيفة. دينا is a chef. هنا برضو تامر is a doctor. تامر is a doctor. رامي is a journalist. رامي is a journalist. تمام? يبقى في كل مرة بيقول الاسم. بعدين verb to be. المناسب للفاعل المفرد is. اداة النكرة. وبيغير الوظيفة في كل مرة. الجملة التانية. he is wearing a yellow jacket. طيب. هنا استعمل ايه? استعمل زمن ال present continuous. مكون من الممثل في is. زائد الفعل. الفعل ده اساسا في المصدر. ضفنا له ing. يبقى الفعل في المصدر ing. الفعل في المصدر ing. he is wearing. نفس الكلام هنا. she is wearing. هنا he is wearing. he is wearing. يبقى الجملة التانية بيكلمني. الشخص ده اللي انا اتكلمت عنه في الجملة الاولى. لابس ايه? يبقى اول حاجة بيقول الوظيفة. تاني جملة بيقول اللبس اللي هو لابسه. طيب تعال نشوف فارس لابس ايه? he هو. بدل ما تكرر فارس مرتين. يقول لك فارس is a firefighter. فارس is wearing. لا. خلاص. جبنا الضمير he. عارفنا ان اسمه فارس. ما فيش داعك ولي او الفارس. اقول هو. he is wearing. لابس ايه بقى? اداة النكرة. لان احنا نتكلم عن مفرد. يبقى اه. وبعدين اللون اللي هو لابسه ده. جاكت ده. لونه اصفر. فوصف الحاجة الاول باللون. يلو. بعدين قال اسم الحاجة اللي لابسها. الموصوفة بقى. جاكت. يبقى يلو جاكت. اه يلو جاكت. يعني جاكت لونه اصفر. يبقى تركيب الجملة على بعضها. he is wearing a yellow jacket. he is wearing a yellow jacket. طيب لابس حاجة تانية. اجيب اداة العطف معناها و. يبقى هضيف حاجة كمان. and yellow pants. وكمان بنطلون لونه اصفر. يبقى he is wearing a yellow jacket and yellow pants. خلاص يبقى انا كده اتكلمت عن حاجتين. لابسهم. بعدين ختم الجملة في فول ستوب. وهيبدأ بجملة جديدة. he is wearing a red hat. هو لابس كمان قبعة او الخوزة دي الهلمت. تمام? a red hat. المفروض يكتب helmet. لان الاسم الاصح لها helmet خوزة. لان دي مش هات. دي مش بورنيطة. دي خوزة بتحميه من الفاير. من النار. خوزة من المعدن. خلاص? فاحنا المفروض نقول عليها helmet. لكن مش مشكلة. جاب لنا hat عادي. تمام? بس هنا وصف القبعة في جملة الوحديها. الخوزة دي. وصفها في جملة الوحديها ليه? لانها مش من جنس اللبس ده. ده حاجة مختلفة. هو جاب الحاجة الطاقم اللي على بعضه اللي هو في جملة واحدة. تمام? الاند ييلو بانتز. تمام? لكن الخوزة دي حاجة لوحدها مش من ضمن اللبس ده. فحطها في جملة لوحدها قال. he is wearing a red hat. تمام? يبقى فارس is a firefighter. he is wearing a yellow jacket and yellow pants. he is wearing a red hat. تمام? اتكلم عن الوظيفة. اتكلم عن اللبس. نفس الكلام. دينا is a chef. she is wearing a white jacket. لبسة ايه بقى? اهو لونه ابيض. jacket. لونه ابيض. and a white hat. وكمان القبعة بتاعتها لونها ابيض. she is wearing blue plain pants. يعني هي الحاجة المختلفة. وحطها في جملة لوحدها. she is wearing هي لبسة blue plain pants. هنا وصف البانتس البنطلون بصفتين. اول حاجة وصفوا بانه لونه ازرق. يعني جاب الصفة اللون الاول. بعدين جاب الشكل العام ليه. طب هو stripe ولا plane? اه ده plane. يبقى وصف شكل البنطلون من بره ايه? سادة. يبقى blue plain pants. ممكن تعمل الحكاية دي مع اي حاجة. يعني ممكن نغير كلمة plane. نقول blue spotty pants. ممكن نقول green stripe pants. على حسب اللون وعلى حسب الشكل مغير الصفات. دينا ازا شاف. she is wearing a white jacket and a white hat. she is wearing blue plain pants. تعالا نتكلم عن الدكتور تامر. بيقولي تامر is a doctor. he is wearing a green shirt and a white coat. يعني هو لابس قميص لونه اغضر اهو. جاكت او بلتو. تمام? هنا بلتو. عشان هنا كلمة coat. غير كلمة جاكت. تمام? في اختلاف بين الجاكت وبين البلتو. يبقى white coat. ومعطف. تمام? لونه ابيض. تامر is a doctor. he is wearing a green shirt and a white coat. تعالا نشوف الاخ الصحفي ده الكلبوزة. رامي is a journalist. يعني رامي شغل صحفي. تمام? he is wearing blue pants. لابس بمطلون ازرق. and a blue jacket. وكمان الجاكت اللي لابسه ازرق. هي عبارة عن بدلة كاملة يعني. تمام? يلا نقولهم كلهم مع بعض. والمعايا. فارس is a firefighter. he is wearing a yellow jacket. and yellow pants. he is wearing a red hat. a red hat. Deena is a chef. she is wearing a white jacket. and a white hat. she is wearing blue plain pants. تمام is a doctor. he is wearing a green shirt. and a white coat. رامي is a journalist. he is wearing blue pants. and a blue jacket. هنا بيراجع لي على قاعدة made of and made from. بيقول لي a t-shirt is made of fabric. a t-shirt مصنوع من القماش. وعلى عشان شكله ما بيتغيرش من شكله كتيشرت بعد ما يتصنع من القماش فاستعملنا made of. is made from cotton. القماش مصنوع من القطن. وهنا استعمل made from علشان القماش شكله بيختلف عن المادة الخام اللي تصنع منها اللي هي القطن. الخبز بتصنع من الدقيق وعشان شكله يتغير تماما شكل الخبز عن الدقيق اللي يتعامل منه فاقلنا made from. flour is made from wheat. برضو الدقيق مصنوع من القماش. وعلشان الدقيق شكله بيختلف تماما عن نبات القماش بعد ما بيتطحن فاقلنا made from. يلا فلاور is made from wheat. بعد كده هنا جاب للاكسرسايزز. on listens six and seven. مارك هنعمل علامة true صح. the correct answer. اللي جابها الصحيحة. يا اما هتعمل yes. يا اما هتعمل no. هتأشر هنا. يا هنا. he is a doctor. بص كده انت تعرف yes or no. a t-shirt is made of flour. يا راقل يا انا اطلا من الخرن اصدق يا. he is a journalist. بمانظر جورناليست. flour is made from wheat. he is a fire fighter. fabric is made from cotton. he is a chef. bread is made from flour. the following sentences or questions. fabric a t-shirt of is made. تقدر تبص في الجمل اللي فاتت راجع الدرس وانت تفهم بتترتب ازاي. fire fighter is he a. حاجة اللي انا شرحتها وحلتها في التمارين قبل كده طبعا مش هحللك تاني. لازم تبزي المجهود علشان مستوىك يتحسن. wearing what tamer is. ده سؤال وهنبدأ ب what? wheat made flour is from. وهنبدأ flour بجملة عادية. hat reem is a wearing. وهنبدأ ب is. وده سؤال. كان لازم المفروض هنا يعمل علامة استفهام. question mark. لانه بدأ ب is. خلاص. تعالى نروح لكمال الدرسين المهارضة. complete the words. اكمل الكلمات. fire fighter. نقص حرفين. chef. doctor. journalist. fabric. wheat. flower. thirsty. cold. underline the correct words in brackets. i am thirsty. i need. walla i want. walla i look weather. this am. walla this is. walla this are a hat. she's wear. walla wears. walla wearing a checked skirt. those am. walla those is. walla those are black shoes. لو في اي حاجة صعبة هترجمها لكن كل ده تشرح قبل كده. what are that? walla what are these? walla what are this? a t-shirt is made of flour fabric or wheat. wheat comes from. يعني الامح بيجي من plants. walla wood. walla cotton. fabric is made from wheat. walla cotton. walla wood. it's cold. i go bird. i draw. walla i read. walla i need a jacket. bread is made from flour. walla flour tanyadi. walla fabric. i want. walla i need. walla i wear a new teddy bear. what's he wear. walla what's he wears. walla what's he wearing. اعرف ازاي الاجابة. ابص هنا في verbi to be في الجملة ولا لا. لو في verbi to be. اعرف بقى الفعل هيكون في اي. تمام. هنا. right is the missing parts using the following words. fabric. wheat. cotton. flower. bread is made from. a t-shirt is made of. fabric is made from. flower comes from. هنا. fire fighter. chef. doctor journalist. he is a. تكتب الوظيفة. وهنا كل واحد هتكمل الجملة بالجوب او الوظيفة بتاعته. copy. at school i wear my uniform. في المدرسة انا بارتدي ازي الرسم بتاعي. هناخد مسافة بين كل كلمة. ما تنساش الكومة والفلسطوب. الحرف الكابتل ده هيكون للسماء هو مع ال اتش السمول. ومع ال اي تمام الكابتل. وكمان هناخد معاهم حرف الاف. اتفاقنا. تي هتطلع سنة بسيطة فوق السطر التاني ده. اللي من فوق. اللي هو خط الطائرة. باقي الحروف وسط السطرين. مع ده حرف الواي فقط. اللي هينزل مني لتحت لخط الدودة. نتقابل ان شاء الله في درس اللايف. حلقة اللايف. ما تنساش تزاكر كويس. علشان هنسأل وحضرتك هتجاوك. تحياتي ليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.